طيب انت اشرح لنا اكتر عن الالغاز وانواعها يعني انا شفت معي كده متل حاجات بالمتل حاجات مختلفة شوية ممكن انا معرفتي بي عن البوزل اللي هي الحاجات اللي بتتركب اللاجوز الحاجات دي المكعبات انت عارف مثلا لو فيه انواع مختلفة اشرح لنا اكتر اه هي الالغاز على متل تتقسم لأكتر من فيه مثلا الفئل هي المتل زي الحاجات اللي هنوريها نهارض ان شاء الله فيه لكس اللي هي تبقى زي قفل مثلا بديك مفتاح بتحول ان انت تفتحيه فيه حاجات بتبقى وودن معمولة من الخشب فيه فكرة عارفة فكرة الاسكيب روم مثلا بتيجي ان انت بتحولي تخوري فيه حاجات كده بتبقى زي كأنك معاكي اسكيب روم في ايدك مصغرة بتبقى معمولة من الخشب بمعظم الوقت بتحولي ان انت تحلي اللغز ده وتفتحي الصندوق كله ده تريك بوكس او بوزل بوكس الهدف ان انت تحل اللغز بتاع الصندوق ده عشان تعرف تفتحه اول حاجة هتلاحظوها لو قلبتوا الصندوق هي ان الحتة اللي تحت دي بتتحرك حاجة بسيطة قوي ومعاها برضو القطعة اللي في الجنب دي بتتحرك حاجة بسيطة جدا وعشان نعرف نفتح الصندوق هنيجي على الارضية بتاعته ونحركها على الشمال قد ما نقدر وبعدين هنيجي ونرخبطينه من تحت جامد قوي وساعاتها هنلاقي ان احنا نقدر نحرك الارضية اكتر بكتير ساعاتها هتقدروا تنزلوا الحتة اللي في الجنب دي تحت وساعاتها برضو نقدر نقل ببقى الصندوق ونرفع الحتة اللي فوق دي نطلعها برا خالص وبكده نكون فتحنا السندوق والسبب ان احنا جامد في الاول خالص هو ان فيه هنا مغناطيس في الحتة دي بيكون لازق في الارضية بتاعت السندوق نفسه فعشان كده لما من خبطه المغناطيس ده بيطلع الفوق هل هناك شيء انت كمان بتصنعها مش كده حاليا لا بس بدأت ان انا اول حاجة اول خطوة خدتها ان انا خلال الفترة اللي اعتها مؤخرا في مصر يعني ان انا بحاول ان انا ابدأ اصنع لعبة جديدة هتبقى حاجة في الاول هتبقى بورد جيم بيست مش هيبقى فيها متل او كده بحيس انها تبقى سهلة في التصنيع هنا وتست الماركت بيها وبدأت بالفعل ان احنا خلاص ان احنا دقتي من نتعقد ان شاء الله بإذننا ان احنا نصنعها